معلومات ديبلوماسية تلقتها القوات اللبنانية مفتها أن لبنان دخل المحظور وأصبحنا في مرحلة العد العكسي للحرب انطلاقا مما ذكر أتت مطالبة القوات إلى جانب مختلف أطياف المعارضة بتطبيق القرار 17-01 نقطة أساسية تلقى فيها لقاء معراب مع المطلب الذي حمله وزير الخارجية الفرنسي ستيفاسي جونيه بخلال زياراته إلى لبنان وهو انتشار الجيش واليونيفر فقط على الحدود الجنوبية لضمان الاستقرار تطبيق القرار 17-01 صار اليوم على المنوط الدولي بهذا التوقيت الذي صار فيه على المنوط الدولي اجت القوات اللبنانية والمعارضة تداعو نظموا مؤتمر تحت عنوان تطبيق 17-01 الآن دفاعا عن لبنان يعني شو 17-01 بترسلي جيش لبناني للحدود الحدود اللي هي حدود لبنانية مستلمتها إيران من 2005 بترجع حدود لبنانية وتلقاموا يميتون ليه لأنه في عملية طلاقة داخل خارجي دولي شرعية دولية مع وضعي داخلية مع قرار ليتنفذ ميتون لقاء معراب لم يطمح إلى تشكيل جبهة معارضة بحسب ما أكدته القوات عبره لبنان فهو حمل رسالة واضحة وبسيطة أشغلت أقلام الإعلام الممانع قبله وبعده في مضابخ عم بتنظم حملة حملة تحريض من قبل الممانعة واضحة يعني اليوم في صحيفة ممانعة إخدين فيها القوات حصة الأسات من الغلاف إلى حوالي أربع خمس مقالات بالداخل لكل أقلام الممانعة كاتب بها هذا الاتجال هذا الشي عم قليك يتقول شو يعني ليش مضطرين الممانعة يعملوا هذه الحملة المركزة بهذا الشكل جواب واضح لأنه هذا اللقاء دخل إذا بديك على عمق وصميم هوجس وخوف للممانعة من أنه يتطبق 17-01 يعني جان الجنونهم فأدوا صوابهم فأدوا عقلهم عملوا كل هذه الحملة بهذا المكان لأنه تطبيق هذا القرار بهذا التلاقي يؤدي إلى الدفع باتجاه تطبيقه وتطبيقه يفقد حزب الله والممانعة ورقة أساسية بتم استخدامه اللي هي إذا بديك الورقة اللبنانية والحدود اللبنانية أمام يعني قوى المعارضة اليوم فهو أن تعود الحدود لبنانية وبالتالي إسقاطوا الحجة الإسرائيلية من توسيع الحرب مع لبنان أنت ما عليك تشوفي شو بده يعمل الفرق الآخر وشو ممكن يعمل وشو أهدافه العدوينية طبعه شو بدك فيه أنت فكري أنت شو بدك تعملي نحن معنيين نحن نسقط حجة إسرائيل بأي محاولة لتوسيع الحرب ممكن هي بدأ تنتقم من عدم قدرتها على مواجهة إيران تنتقم بلبنان خاش بدأ أعطيها الورقة تنتقم بلبنان وتاني شيء أنا حق الطبيعي فيه قرار طالع ويف قال لي حزب الله خيصبت على السفر واحد خلص حان الوقت ما لم يطبق بالألفين وستة أن يطبق بالعشرين واربع وشرين فأي من الخيارين يختار حزب الله المصلحة اللبنانية أم الإيرانية